أما هلأ ليا بننتقل لا فقرتنا الثالي لليوم الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 20 للعام 2022 قاضي بقعدة تنظيم القواعد القانونية الجزئية للجريمة المعلوماتية لتضمن المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 ويهدف القانون إلى مكافحة جرائم المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفع نسبة انتشاره في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من سائط استعمال الوسائل التقنية ولا نحكي أكثر وبالتفاصيل معنا المحامي الأستاذ أحمد دعبو الصباح الخير صباحكم الخير يا أهلا وسهلا فيك أستاذ رمضان كريم علينا وعليكم يا رب العمد وخير خلينا بالبداية نحكي عن أهم التعديلات بالقانون الجديد عن القانون السابق بداية هي خطوة جريئة جدا وخطوة جميلة جدا من المشرق السوري بإعادة تنظيم القواعد القانونية الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية لأنه عم بواكب الحاجات المجتمعية اللي نحن عم نتطرق لها بشكل يومي وبشكل لحظي حتى مو بس بيومي بشكل ساعي بشكل دقيق من خلال الانتشار الكبير للأفعال المجرمي قانونة اللي عم بتتم عن طريق الشبكة الإلكترونية القانون رقم 12 عام 2017 كان كمان خطوة جميلة جدا في مرحلة وتباجدة وفي مرحلة إصداره والقانون اللي صدر أمس بخصوص هذا الرقم 20 عام 2022 أضاف العديد من التعديلات وأضاف العديد من المواد القانونية اللي بتخصمه كافحة الجريمة الإلكترونية اللي كان إلى دور صباق فعلا ويواكب كتير الحياة على المستوى العام بشكل كامل اللي هو من حيث المبدأ زاد من العقوبات رفعها شددها زاد من قيمة الغرامات المالية اللي الهدف من أي قانون بالمجمل هو الردع العام وردع الخاص في مكافحة الجريمة والقانون الصادر اللي تأمس كان له الدور الكبير من حيث تحقيق الردع العام وردع الخاص معاقبة الأشخاص بعقوبات قد تصل إلى 15 سنة حبز غرامي قد تصل إلى 15 مليون ليرة سورية للحد من ارتكاب الجرامي الكترونية من ارتكاب الأفعال التي قد تؤذي الدولة والمصاح العام اللي نحن نلاحظ من الاستقراء نصوص المواد القانونية بالقانون زاد وشدد العقوبة إذا فيما كان الفعل مجرم قانونا مرتكب على جهة عامة على مؤسسة على مؤسسة بنكية مؤسسة مالية عامة أو خاصة زاد مننا وهو بغاية الحد من ارتكاب الأفعال تمام استاذ أحمد هون كمان بدنا بسك نوضح فكرة يعني القانون يشمل الناس العاديين والشركات أيضا نفس المعاملة يتعامل وتتطبق عليهم نحن نجي نعرف الأخوة المشاهدين نحن دائما عندنا الأشخاص العاديين قانونيا اللي هن الأفراد المواطنين وفينا الأشخاص الاعتباريين الأشخاص الاعتباريين اللي هن مؤسسة شركة منظمة أي شخص له عقد تأسيس تم له تواجد قانوني بها صفة هي صفة شركة في حال تم ارتكاب هذه الأفعال المجرم قانونا من قبل هذه الأشخاص الاعتبارية تتحمل كامل المسؤولية القانونية من حيث الغرامة ومن حيث المسؤول عنها في حال كان متواجد مدير لها الشركة هي أكيد للمنظمة فهو اللي عنده مسؤولية وممكن الرجوع إلى القانون المدني هي مسؤولية رب العمل عن العامل مسؤولية التابع والمدبوع لحدد القانون وخصصها بشكلها من حيث المبدأ أكيد المسؤولية القانونية تقع على أشخاص عاديين وأشخاص اعتباريين طيب خلينا نحكي عن أهم الإضافات بالقانون الجديد عن القانون السابق يعني نعطي بعض النقاط الإضافات للمشاهدين والناس اللي عند تتابعنا بالدرجة الأولى في أن تعديلات هي مثل ما حكيت قبل شوي هي زيادة مدة العقوبة وتشديدة والغرامات وثم إضافة بعض الجرائم التي قد ترتكب والتي لوحظ يعني هنا إحنا ليش نقول نحكي رجال قانون أنه كان له خطوة جميلة جدا خطوة جريئة جدا خطوة القانون هو وضع اسمه قانون وضعي بتم تنظيمه مقبل مشرع هي لمعرفة الحاجات المجتمعية والمشاكل الطريقة على المجتمع بتم تنظيمه بقوانين معينة هي القانون الوضعي بشكل عام لما ورد العديد من الشكاوى والعديد من الإشكالات القانونية على الضابط العدلية اللي هي فرع جرائم مكافحة الجرائم الكترونية واللي إلى الدور الصباق والجهد الكبير في مكافحة الجريم الكترونية طرق العديد من الجرائم التي تم تأضافته على القانون الجديد مثلا الترويج عبر الشبكة ترويج مثلا المواد المخدرة حدد القانون مثلا زاد العقوبة مثلا كان فينا بالقانون السابق الاحتيال عبر الشبكة مثلا ابتزاز استحصل على أموال مبالغ معالية سندات عقارات مقول أو غير مقول هي موجودة لكن القانون عدلة الإضافة هي في وضع بعض الجرائم الجديدة اللي هي مثلا ممكن تكون اتجار عبر الشبكة للترويج النيل من هيبة الدولة الأمور التي تخص السلامة العامة تخص المجتمع والدولة بشكل عام شددة تطبق عليها عقوبات أشد غرامات أكبر لحد من ارتكاب هذه الأفعال نعم طيب خلينا نحكي عن أثر القانون الجديد بمكافحة الجريمة الإلكترونية طبعا أي قانون يتم تجديد العقوبات فيها وزيادة الغرامات فيها رح يكون له دور كبير في الحد منها يعني أي شخص ممكن كتير العالمي حسب الثقافة العامة خلالنا نحكي واللي عنده ثقافة قانونية مضمحلة شيئا ما لما عم بتم زيادة العقوبة كان ممكن واحد يقول لك أخي أنا بدي مزعوج من فلان أنا ممكن سبعلي عبر الشبكة أنا ممكن ذمه أنا ممكن نشير له مقطع فيديو مئة ألف لرب علىها للأسف هيك نحن عنا البعض الثقافة المجتمعية الموجودة عندهم لكن نحن لما نزيد الغرام ساعة أنا غرامتي ثلاثة مليون خمسة مليون حبسي أنا ثلاثة شهور ستة شهور سنة فلوح نفكر فيها صحيح فلوح نفكر فيها أنا طب هي ما بتشمل بس بوست هي كومنت كل شيء هل القانون حدد كامل طب إذا كان شيء وهمي إذا كان أكاونت وهمي كل شيء إذا كان حدا فايد بإسم وهمي بأكاونت وهمي كيف من نستطيع أن نسمع نحن بأنواع الجريمية الكترونية هي ممكن الذنب القدح تشهير التشوية لمنه انتحال صفة هل إذا في فرق فيما إذا كان الفعل المرتكب مثلا أنا اتخذت صفتك اسمك صفتك المهنية صفتك مزيعة صفتك هايقوني فعل مجرم قانونا أو أنا انتحالت صفة اسم آخر غير متواجد كمان هالفعل هذا اللي انتحالته أنا ممكن أن أساوي حساب وهمي لكن أنا أسأت فيه أم لا في حال تم تقساء لا مشكلة سواء كان اسم حقيقة أو اسم مهمي يتم تطبيق العقوبات المحددة بمصر القانون اللي هي حدد القانون وهي فعلا جرائم متنوعة يعني طب إذا حدا عامل أكاونت بإسمي بإسم لي صفة انتحال صفة غير وعم يرتكب جرائم عديدة ببوستات عم يعمل كتير بوستات هي موسيقى على كل الأصعادة خلينا نحكي طيب كيف بدنا نتأكد من هاي الشخصية ما بدنا نبطلع يعني أو يصير الحكم عليه أنا هل هون صار هذا اخصاص كيف بدنا نتأكد الضابط العدلية خذينا هيك بسم موضح فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية الضابط العدلية نحنا أي أكاونت موجود نحنا عندنا على أي تطبيق سواء فيسبوك تيك توك انستجرام أي شيء هو عم ياخد من هزمي هزمي دلق عليها الاسم الإي بي كل شخص له إي بي سواء كان عم يستخدم شريح الجوال أو عم يستخدم خط أدي اس إل للأرضي هون هي مهمة فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية اللي هي بيحدد هذا الشخص ليا هل هي عم تنشو من المنزلة نحن نعرف إن حد المنزلة أم نحن نشو من منطقة مثلا محافظة حلب فنحن عرفنا أنه صار فأنتي حالصفة هون ممكن تطبق عنه بالفعل الواحد حسب البيتسالي حضرتك زكرت بي هون ممكن تطبق عنه أنت حالصفة اللي هو اسمك حين محاكمته ويحصل القضاء يتم تطبيق العقوبة أشد عليه يعني هو ارتكى بعدة جرائم بدأ من انتحال الصفة وانتهاءا بالذم والقضح والتشهير والأمور الأخرى طيب أستاذ أحمد في كثير ناس بتحاول نوعا ما تحتال على القانون بطريقة أو بأخرى خلنا نحكي إذا تم فعل يمكن لم يتم ذكره من القانون الجديد كيف هنا نعالجه اسمك عنها أكيد القانون لا يوجد قانون في العالم اللي هو حدد كافة الجرائم صحيح 200% وخاصة نحن زبنا نحكي على القانون رقم 20 لعام 2022 القانون هذا أكيد في بعض الأمور سكت عنه أو سهوان هو غير قادر بالحالة الطبيعية المشرع أنه يحدد كافة الأفعال هون يتم العودة في حال عدم وجود نص خاص اللي هو القانون مكفعة الجريمة الكترونية يتم العودة إلى قانون العقوبات العام أول قوانين إذا كان في قانون خاص آخر شخص ارتكب جريمة غير موجودة في قانون مكفعة الجريمة الكترونية يتم العودة إلى القانون الخاص إذا منظم بقانون خاص غير منظم بقانون آخر خاص يتم العودة إلى قانون العقوبات العام اللي هو بالنسبة للأشخاص شمال كافة الأفعال اللي قد ترتكب من قبل الأشخاص وحدد الأفعال مجرمة قانونا نعم أستاذ أحمد خلينا نحكي يمكن كتير مننا ناس بيعملون أكاونتات خلينا نرجع حتى نوضح هذه الفكرة أكتر إن كان شخصيات رسمية وإن كان عروفة بالمجتمع وخاصة يمكن فنانين وفي مكايدات كتير على الشخص يلي يعني عم يسيبون الناس عم يتنمروا عليه على السوشال ميديا لوين لازم يروح خلينا نحكي خطوة بخطوة إذا توجه إلى المحامي شو هي الإثباتات اللي لازم تكون موجودة بين إدرينا تبي يمشي حالة صور ممكن مقاطع صوت خلينا نحكي عن الوثائق اللي لازم تكون موجودة بين إيدينا لحتى نحن نتوجه لحتى نوجه هذه التهمة إلى الأشخاص ويمكن ما نعرف من إننا للأشخاص صحيح كمام حلق بداية نحن دائما أنا لا بيجي أي شخص طبعا هي غير مخصورة الموضوع بمحامي قادر الشخص أنه يقوم بالفعل لكن الملاحقة القضائية لكن بداية أنا دائما بنصح أنه في حال وجود أي جريمة أو فعل مجرم قانونا اللي هي السب الشتم أي إن كان فعلا خذ سكرين شوت أنت فوريا والأهم من ذلك أنه هو سلاح ذو حدين يعني أنا ممكن للأسف أنا في كتير طبيقات هي فيك ممكن ساوي محادثات فيك ممكن ساوي تعليقات فيك لا ممكن أنا أفتري على شخص وأنا ساوي سكرين شوت باسم ستلايا أنه أنا هي يسابي علي وهي فيك الدرجة الأولى الخطوة الأولى لكم بيحزف أي شيء عبر الجوال طبعا أنه أنا الصحابة أخذ سكرين شوت لكن قد تكون هي سكرين شوت مزورة أنا كمان هون هي سلاح ذو حدين كما حكيت هون أنا بدي أطلاعها بس يمكن على الموبايلات والتعم سكرين بيأخذ الساعة والتاريخ صح صح ممكن أنا هلا أنا بدي أساوي أنا بغير التاريخ تبعي تماما بالأسف يعني الانحراف والاحتراف في الجريمة والتطور صحيح شديد جدا هلا بغير التاريخ بحطه 2019 وليساب علي مموجودة يعني لكن هي الاحتفاظ بالجوال لأنه لما أنا بدي أتوجه لفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية أول شيء بيعملوهن الخبرة على الجوال لتأكد من صحة معلوماتي حتى ما يتم إدانة شخص ظلما يعني بيتخذوا خطوات فعلا حقيقية وفعلية لتحقيق العدالة أنا أول شيء بحفظ الجوال عندي أنا خلق سكرين شوت عطوطوني يهم بداية لا يعرفون في فعل مرتكب مخارف للقانون الخطوة الثانية اللي هنين بيساويوا خبرة على الجوال اللي هنين عندهم وسائل معينة وعندهم مهندسين مختصين به الأمور هاي أنه هاي الرقم فعلا أنه نحن نعرف حسنا عبر محادث واتس أب أنا ممكن بدل ما سجل اسم سجل رقم أنا وقولون هاي الرقم هل هنين بتأكدوا أنه هذا الرقم هو فعلا رقم الشخص هن هنين بتأكدوا من الموضوع هذا وبيعرفوا أن الشخص فعلا مرتكب للفعل المجرم قانون بيتموا لحقته عبر الوسائل الكترونية لمعرفة مكان تواجده وثم المحاوة للقاء القبضة عليه أو إذا عدت بحث عنه يتم القاء القبضة عليه من أي جهة إن كانت وإحالة ولقص المقافحة الجريمة الكترونية إذا بدنا نحكي عن الخطوات السألتين يا حضرتك عنها نحن نبدأ من تنظيم معروض أمام النيابة العامة مرفق فيه كافة الأفعال اللي تمت اللي هي قد تكون صور قد تكون فويسات قد تكون مقاطع فيديو أو كومنتات أي أن كان أنا بساوي سكريشوت بحولها للنيابة العامة النيابة العامة بتكون بإحالك إلى فرع مقافحة الجريمة الكترونية لتتم فعلا تأكد من صحة هالمعلومات وفي حال ثبت حقيقة المعلومات والإثباتات والأدلة بتم محاولة توقيف الشخص أو وزاعة البحث عنه وتنظيم الضبط اللازم ومن ثم إحالته للقضاء لتم محاكمته بشكل علني وبشكل عادل واتخاذ إجراءات قانونية بحقوقه طيب أستاذ أحمد خلينا يمكن نذكر المشاهدين وكل الناس اللي متابعين أساسا هدف قانون هو الردع والمحاسبة على الجريمة الفوارق والتعديلات إن كان بالغرامة المالية وبسنوات الحبس لكل الناس اللي عم تسمعنا لنفكر الشخص ألف مرة قبل ما يسيء لأي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا حلق بالقانون القديم كان الغرامات تتراوح بين مئة ألف خمسمائة ألف مئتين ألف ثلاث مئتين ألف ثلاث مئتين ألف لا يتناسب بعام 2012 صحيح لكن حسب حاليا الشيء والتطور والتضخم المالي اللي حصل على البلاد صارت أن الغرامات تتراوح لحد 15 مليون ليرة سورية يعني في حال خاصة إذا كانت الجرائم مرتكبة بحق جهة عامة بحق الدولة النيل من هيبة الدولة محاولة نشر معلومات عن صلخ بعض أراضي الدولة عن جمهور العربية السورية شددت العقوبات واللي كانت العقوبات في القانون القديم شهر ثلاثة شهور ستة شهور سنة ثلاثة سنة خمسة سنة حاليا مستطل إلى درجة 15 سنة في حال وجود وارتكاب فعل مخارف للقانون ذات أهمية ذات خطورة جرامية على المجتمع فعلا لأنه فعلا عندما بارتكب شخص بارتكب أنا فعل جرمي بحق شخص لا يتناسب هذا عقوبته مثلا أنه يكون 15 سنة مثل إذا ارتكب الفعل بحق الدولة بحق جهة عامة بحق موظف عام بحق مؤسسة مالية مثلا مصرف أو بانك اللي هي إلى اعتماد مالي وإلى ثقة مالية من قبل الدولة السبب هذا أدى إلى تجديد العقوبات وبضع غرامات شديدة وممكن تكون من مليون لثلاثة من الثلاثة للسبعة حسب الخطورة الإجرامية وحسب رؤية المشرع لمكافحة الفعل مرتكب قانون نعم سعد أحمد في كتير ناس برات البلد بيحقوا يعني مثل ما بيقولوا بالعامية شروي غروي وكمان يعني بيوصلوا لأشخاص محددين صحيح هوني هالقانون ممكن يشمل عالم برات البلد طبعا كيف خلينا نحكي بس هاي النقطة لأنه في كتير ناس عم يتطاولوا يمكن بس ما منقدر نعمل شي لأنه نحنا ما منعرف هلين وين يشملن هو ويطبق عليه القانون رقم 20 عام 2022 في حدود جمهور العربية السورية ضمن الحدود طبعا وخارج الحدود شخص ما فيني أنا هوني هوني ترجع الاتفاقيات الدولية عبر ملاحقته عبر الانتربول الدولي ليتم إصدار أحكام بحقه ومخاطبت الدول نحنا منعرف ممكن تضل موجودة عند عودته إلى أراضي جمهوري يحدد هي يطبق داخل حدود جمهوري العربية السورية لأنه أنا مسأل شخص هنا إلى حق الضابط العدلي لو ما فيه ادعاء شخصي يعني ما نمرتكب بحق شخص فهنا مكافحة الجريمة الكاترونية ساعة فيه شخص عم يسي إلى الدولة أو لأشخاص خارج حدود البلد بيقوم بتنظيم الضبوط اللازمة إحالة إلى القضاء محاقبته ومحاسبته قانونا وإصدار الأحكام بحقه وتعمم هذه الأحكام عبر كافة النقاط الشرطية والأفرع الأمنية والأفرع الجنائية والنقاط الحدودية في حال دخوله أي كان وفي أي وقت كان سيتم القاعدة القبضة عليه ومحاسبته فعلا ممكن يتطبق هذا الشيء نحن عنا حتى خارج حدود الجمهوري العربية السورية لما بيتم إعادة العلاقات الدولية إعادة تفعيل دور الانتربول الدولي في إلقاء القبض على المجرمين واللي هي يعني هون الانتهاك الفاضح يعني لما نرفعوا هذا الانتربول الدولي وملاحق المجرمين فأنت نحن عم نلاحق شخص مسالم نحن عم نلاحق شخص فعلا ارتكب فعلا مجرم قانونا مجرم اللي هو قد يكون خطر على مجتمعي أنا وعلى أفراد موطني أنا كسورية وقد يكون خطر على أفراد مجتمعة بأي دولة كانت لهيك لن يجب أن يتم الفصل به الموضوع هذا لكن كلها تنعرف نحن كيف المؤامرة وكيف السياسة الخارجية تجاه سوريا بالتحديد أكيد بالختام نتشكرك الأستاذ المحامي أحمد العبول على وجودك معنا واتركنا لقاط جدا مهمة على القانون لأنه كثير مهم الناس تعرف هاي التفاصيل لأنه إذا ما حد دارس قانون بتلاقي مهم الاطلاع عليها لأنه بتفيدنا اليوم عم نشوف فيه تطاول كثير وإساءة على بعض الأشخاص يمكن ما بيعرفوا يتصرفوا يوم حاولنا نضوي على بعض التفاصيل اللي بتهمون على الصعيد الشخصي شكرا جزيلا عفو أهلا وسهلا